الوضع الذي تعيشه الجزائر اليأس الذي وصل إليه الجزائريون غير مسبوع الآن أنا التقيت مؤخراً مع ناس جاءوا من الجزائر حكوا للعجب العجاب يأس بلغ منتهى الناس كل تتمنى تبيع في أرزاقها وتفكر في الحالة يشري بوطي يهر الشباب لا يفكر إلا في الهجرة كله حتى أولئك الذين من عائلات ثارية وعندهم المال يفكر يدي جزء من المال انتاعه ويطلع الأوروبا ويدير مستقبله هناك هذا اليأس رهي كارثي يومياً حفالات هجرة غير شرعية في البحر الأبيض المتوسط ألاف الجزائريين يوصلوا إلى إسبانيا وغيرها وحتى كين اليهربوا على تونس يروحوا الإيطاليا وإيطاليا راهي في حالة طوارئ بسبب تصاعد الهجرة غير الشرعية اللي جت لها من تونس وليبيا وفيها أفارقة وفيها جزائريين وفيها توانسة وفيها ليبيين وما إلى ذلك راهي أعلنت ما يشبه حالة الطوارئ تجاه الهجرة غير الشرعية وتحدثنا من قبل على اتصال من وزير الخارجية الإيطالي بأحمد عطاف وكان الحديث حول هذه المخاطر التي أصبحت تهدد أمن أمن الولايات عفواً أمن إيطاليا المهم إخواني القضية وين وصلت شوف الآخر الأخبار ما بقاوش الشباب يهربوا حتى الناس اللي في الفرق الرياضية رهم صبحوا يهربوا شوف نوري لكم واحد الخبر راهوا تداولوه في كل وسائل الإعلام ها هي مثلا الشرق الأوسط واش حكات فرار لاعبين للمصارع الجزائرية في مطار فرانكفورت الألماني هاي أكد رزقي حسين مدير الفرق للمصارع خبر فرار عنصرين من الفريق الجزائري للمصارع الخميس الماضي في مطار فرانكفورت الألماني في أثناء رحلة العودة من اليونان مشيرا انتبهن لعدم التحاقهما بالطائرة المتوجهة لجزائر وقال آية حسين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن المصارعين استغفل الفريق المرافق وبدل صعود الطائرة المتوجهة للجزائر دخل لمطار فرانكفورت بحكم أنهما يحوزان فيزا شينغن وما زالت صلاحيتها سارية علما بأن الحجز كان عبر طيران كذا المهم وأكد آية حسين أن المصارعين الفرين تواصل مع بعض زملائهما وأخبراهما أنهما بخيروا على ما يرام وتحفظ المتحدث عن منح تفاصيل إضافية وتأسف آية الحسين على التصرف الذي قام به المصارعان متخوفا أن يصبح الموضوع شائعا ويستهوي الشباب من المنتمين للفرق الرياضية والفريق الوطني في مختلف الرياضات ممن يسافرون للمنافسات الدولية المهم وقال اللعبان تجاوز الخمسة وعشرين سنة لا يمكن للحجز على حريتهم في التنقل داخل المطار أو مصادرة جوازات صفرهما مؤكدا أنه لم يكن هناك أي مؤشرات تلفت الانتباه منهما قائلا أجري التنافع المنافسة في هدوء تام ودون أي مشكلات وكانت صحيفة كذا الجزائرية كشفت عن ثرار لاعبين بالمنتخب الجزائري للمصارعة بعد مشاركتهم في بطولة الألعاب الشاطئية باليونان وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بالثناء إسلام قوادما والهادي يحيى قاسم مشيرة إلى أن المصارعين هربا من مطار فرانكفورت يوم الخميس في أثناء رحلة العودة إلى الجزائر لاحظوا تخوف هذا المسؤول قال لك الآن صاروا يتخوفوا من أن تكون هذا الأمر عادة للعبين في الفرق يهربوا إلى أثناء تواجدهم في دول أوروبية وهذا مؤكد وأعتقد بأن بعض الدول أو سيصبح هذا الأمر يشغل بال الدول ويصير هناك تعامل مع الفرق الرياضية الجزائرية بطرق فيها نوع من الاحتراز إما أن الجوازات ما يعودوا يعطوهم لهم في المطارات وشيء من هذا القبيل لأن هذه موجة ستجدع هذن شباب عمرهم 25 سنة حارف بأنه رغم أن يشارك في بطولة من هذا النوع إلا أنه يائس يائس من المستقبل في البلد وهذا هو حال الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية شفنا في مصر اللي يحكمها نظام عسكري بامتياز راهوا كم من مرة يهربوا لاعبين وعدائين من يغتنموا فرصة وجوده في دولة أجنبية ويهرب ما يرجعش مش معناها معناها أنه هذه البلد ما عادت تشجع رياضيين ما عادت تشجع مثقفين لا عادت تشجع أي شيء الجزائر الآن الأطباء اللي يهرب ولي يجيب فيزا كطبيب يدبر خدمة عالش يرجع هذا ما نتكلم لكم مش على مئات الأطباء اللي خرجوا ووجدوا أماكن عملوا في فرنسا وغير فرنسا النخب المثقف الأدباء والكتاب والإعلاميين وغيرهم الأدمغة تهاجر وما قالهم غير الفريق الوطني أهم يجيبوا فيهم الأكثرية متاعهم من الخارج عندوا الجنسية الأوروبية عندوا كذا كذا غدوا ما يعجبوش الحال يقولهم مع السلامة رغم الامتيازات اللي راح يتحصل عليها يعني تشوف هذا وشي دل راه أخطر شيء يا ناس مش الاحتلال الأجنبي مش المؤامرات الخارجية مش الحروب الاستخبارية اللي جاء من الخارج مش الحروب الناعمة التي تستغل الفضاعات هذه شبكات التواصل الاجتماعي أخطر شيء يا ناس هي لما يكون شعب فاقد الأمل ولما يكون نظام ما عندوش أدنى أدنى قدرة أن يعيد الأمل للمواطن هذا الشيء خطير للغاية هذا الشيء يهدد الدولة يهدد وجود الدولة عندما يكون شعبه شعب هذه الدولة ما عندوش أمل لا في نظامها لا في حكومتها لا في مؤسساتها لا في وطنه يصير عايش جسديا في هذا البلد وهو على وقع انفصالية وانفصامية ليس لها نظير يحاول أنه يبحث عن وطن بديل لهذا الوطن الذي حطم أحلامه حطم أماله يعني كيوصلنا يا ناس الدرجة أن المواطن ما عندوش أي أمل في بلده شوف الدول الكبرى أو الدول المتربسة أو الإرادات الدولية التي تتربس بالدول كانت أيام زمان تعد تقارير تبحث عن طريق الاستخبارات والأجهزة والعملاء تحاول تعرف معنويات شعوب دول الآن ما عادت تحتاجها شبكات التواصل الاجتماعي تبين له أدخل حسابات والصفحات تعالجزائرين أدخل صفحة الرئاسة وصفحة الحكومة والوزير الأول وتبون وقرأ التعليقات تلقى شعب يائس بل أكثر من هذا أن هؤلاء الشباب باركونهم نعم الناس هنقتهم على أنهم ارتاحوا ارتاحوا من هذا الهم نعم أنهم ارتاحوا والجزائريين يهنقوا فيهم تخيلوا تخيلوا واش يقولوا لهم هاي مثلا هذا المنشور آلاف التعليقات تهن اللاعبين الفارين بعد تداول الصفحات خبر فرار مصارعين من المنتخب الوطني للمصارعة خلال مشاركتهما بطولة الألعاب الشاطئية باليونان جاء رد المعالقين بالتهنئة ومباركة الخطوة التي اعتبروها نجاة حين يعتبر الشباب الفرار من الوطن نجاة فنحن أمام كارثة لو تعقلون وهذا تعليق من الإعلامية الجزائرية مقيمة في الخارج آلاف التعليقات تهنئهم يعني ناس يلعبوا في الفريق الوطني أكبر يعني شيء يحلم به كل الرياضي يهربوا الشعبي بيركلهم ما يتألمش أنه نجم أو فريق يبثل الدولة الجزائرية يهربوا منه في بلد أجنبي ما ينتبهوش بل ينقوا فيهم من النجاة من طوق النجاة اللي خلهم يهربوا من هذا الوطن تخيل اللي يلعب في الفريق الوطني يفكر في الهروب اللي المدرس يفكر في الهروب طبيبي يفكر في الهروب الأستاذ الجامعي يفكر في الهروب طالب الجامعي يفكر في الهروب العسكري يفكر في الهروب اللي يوصل للحال أنه ليدي التقاعد عنده منع من مغادرة الطراب الوطني لأنهم على بالهم يخرجوا ما يرجعوه يعني شوفوا نوصلنا يعني هذه الدولة حكامها ما يقدروش في اللحظة هذه يفكروا يراجعوا أوراقهم انزلوا من هذا القصر العجيو والوهم اللي راكم تعيشوا فيه في الجزائريين الجزائر الحقيقية ليست نشرة الثامنة ولا ما يحكيه تبون وشنجريحة والعسكر ومجلاتهم وجرائدهم الجزائر الحقيقية اللي موجودة على أرض الواقع اللي يبينها هؤلاء كالشباب الذين يهربون عبر قوارب الموت أو الذين ينتمون إلى فرق يتهربوا من فرقهم ويهوموا في أوروبا يبحثوا على أي حل أو أي نجاة تنجيهم من وطن حطم الإرادة حطم الأمل يخلى الألم هو كل شيء يعني أليس هذا أكبر خطر يهدد الأمل القومي صدقوني حكايات متاع إسرائيل را يتهددنا المخزن را يهددنا والحكايات كل رموها جانبا كلها أكذيب في أكذيب الخطر الحقيقي داخلي المشكلة الحقيقية الداخلية متى يعود للناس الأمل عندما يشوفوا منافسة سياسية بالأحزاب ومشاريع يشوفوا الإعلام مفتوح العراءة كل تفوت مش اللي يكتب منشورة على الفيسبوك يلقى نفسه متهم بالإرهاب والمادة 87 مكرر الناس ملينا بهم السجون انت بالله عليك العسكر الناس وقتها تزارتي لما يكونوا في كذرنات في الكذرنات معروفة تزارتية غير من كذرنات الناس تهرب غير من الكذرنات على الصورة على الباب على أي شيء بأي طريق الآن الجزائر لما حولوها إلى كذرنا كبيرة حتى الناس تهرب منها وما وليش الأمر يتعلق بشباب بطال وناس مثلا ما لقوش خدمة وناس فقراء وعائلات فقيرة من الجزائر العامقة لا وصل الناس يلعبوا في فرق وطنية وصلوا لأبناء أغنياء نعرفهم أصدقاء والديهم عندهم مكانة كبيرة في الجزائر من حيث الثروة راههم شوف بناتهم زوجوهم هنا ولادهم بعثوهم وشروا لهم ممتلكات هنا وقعت ثم بل أنه نعرف بنت مسؤول كان كبير في النظام الجزائري بنته تخرجت من هنا من معهد تعدى مع الجامعة كدونتيست خدمها في دبرلها منصب في أحد المناصب تابعة الدولة الجزائرية قالها ما ترجعيش ما كانش أمل في البلاد وهو كان من المقربين وذراع الأيمن في مراحل معينة البو تفليقة هذا هو حال البلاد للأسف الشديد إن بقيتم تسيرون الدولة بالكذب والبهتان وخلق الأمال أمام الناس ومطاردة الجزائريين اللي يحملوا هموطنهم صدقوني جين هار وتسمعوا بجنيرال هرب هل نقول هالك وتسمعوا بجنيرال هرب من الجزائر وهذا أمر غير مستبعد بتاتا في بلد يحكمها العسكر وسيطروا عليها الجنيرالات وحولوها إلى سجن كبير وكذرنا كبيرة للأسف الشديد لا أمل والشيء الوحيد الموجود هو الألم حتى وصلت بناس كبار في السن يتمنى يغادر يموت في الخارج ما يقعوا عجش البلاد هذا الأباء يحرضوا على أولادهم يقولوا روح دبر مستقبلك هذه بلاد ما فيهاش مستقبل هذه هي الحقيقة ما كانش مشروع أمل ما كانش سياسيين يستطيعون أن يعيدوا الأمل للناس لاحظوا في أيامات الحركة الشعبي كيفاش عادل أمل للجزائريين وانهم شفتهم يهربوا شفتوا الحركة كينين توقفت الحركة لكن مع هؤلاء البائسين هؤلاء اللصوص اللي هما يحكموا في الجزائر ويكذبوا على الجزائريين على ثروات الاقتصاد وكذا وكذا وهم أولادهم الكل موجودين في الخارج بتتعرف المسؤول صادق كي يكون عايش معاك وولاده عايشين معاك وديرين مشاريع في البلاد أما أنه يكون مسؤول وولاده كل في الخارج مشاريع حسابات بنكية لا تحصى ولا تعد وثائق إقامة في دول أجنبية أعرف بأنه هذا ما عندوش ثقة في الدولة اللي راه عايش فيها روحوا لتركيا شفتوا الطيب رجب أردوغان عندو ولاد وراهم عايشين في الخارج أما مسؤولين ولادهم عايشين في الخارج يروحوا يقروا يرجعوا روحوا لدول الخليج روحوا للسعودية أولاد الأمراء أولاد الأثرية أولاد الشعب أولاد الشعب يدرسوا في كبرى الجامعات العالمية ويعودون إلى بلدهم لأنه عنده أمل في بلده بل أنه ما يجنسش حتى جنسية أجنبية من أجل الحفاظ على جنسيته وجوازه اللي يديه الكثير من دول العالم الإمارات نفس الشي القطر نفس الشي هذه الدول اللي يتفكر في شعبها أما الدولة يحكمها عسكر ويحكمها بالاستبداد والاستخبارات والظلم والتسلط يجي النهار وتستسمع بوفد حكومي فيه وزير جاب مهمة يهرب من الوفد الذي كان فيه والأيام سجال بيننا واذكروا كَلَا لِنْ جَيْدِ